بس الأول خليني هارجع إحنا واحنا بنتكلم كنت بقولك إحنا ممكن نتكلم شويتين على مسألة تمويل الجماعة ومن أين تأتي بهذه الأموال الطائلة أو نتكلم على أبواق الجماعة فوقت لي طيب سؤال قلت لك قول قلت لي يا الجماعة انتهت قلت لك لأ قلت لباس تعالي بقى نتكلم من المنطلق ده هي الجماعة عايزة إيه ورايحة على فين وطبعا المسائل خير عليك وعلى سؤال المشاهدين أولا ثانيا أنا يعني فيه سؤال مهم جدا الإخوان إلى أين وده سؤال مهم جدا لأن البعض تخيل أن الجماعة يعني في ظل الصراعات القائمة انتهت وأن المشروع الفكري لجماعة الإخوان توقف في حين أن أنت قدام تنظيم دولي بيمثل يعني حق الصد ضد انهيار التنظيم وضد انهيار الجماعة بشكل عام عبدالله الشريف وغيره دول مجرد أدوات مجرد يعني أدوات بيتم توظيفهم يعني أدوات ضغط بشكل مستمر يعني أنا شايف أني هناك من يتحكم في القرار داخل جماعة الإخوان ومن يدير هذه الجماعة بشكل سري يعني ربما هناك جامعية سرية تدير هذا التنظيم ربما ولا أكيد لا يعني خليني يعني أنا طبعا أنا متأكد من القصة دي لأسباب كتير جدا هناك شواهد عليها في أبجديات في تغيير أدوات العمل الإخواني الآن في خلال هذه المرحلة أنا بعتبر أني المعركة انتقلت وتغيرت الأساليب نفسها اختلفت الاستراتيجيات الخاصة بالجماعة كمان تغيرت المعركة انتقلت من المساجد والجامعات والنقابات المهنية إلى السوشيال ميديا خلاص الجماعة لم تعد في حاجة إلى مزحمة أو الدخول في صدام مع النظام السياسي حول هذه المؤسسات تماما خلاص المشهد اختلف من 2011 دلوقتي هي بتوظف السوشيال ميديا في عمليات الاستقطاب الفكري والتجنيد التنظيم طيب في ظل الصراع القائم ما بين جبهتين وتصدير حالة من الصراع ما بين هذه الجبهات أنا في اعتقادي أنه صراع حقيقي لكن صراع أجنيح وليس صراع على فكرة المناصب والأموال لا في صراع حول استراتيجيات الجماعة أو بتحكم الجماعة بمعنى في وثيقة مهمة جدا بقالها سنة تم تسريبها اسمها وثيقة لندن تحدثت عن انتقال الإخوان من الهيكل التنظيمي إلى الطيار الفكري وهي دي الأزمة الحقيقية وهو ده المشروع اللي بيتم تمريره من خلال الجمعية السرية التي تحكم الإخوان وربما هناك من يعارض هذا الفكر وهذا التوجه لأن على مدار تاريخ جماعة الإخوان هتكتشف أن كل المرشدين كانوا مجرد أدوات وأن مكتب الإرشاد ليس في النهاية سيت قراره لكن بيتم تحريكه عن بعض الجماعية دي من فين ما أنا أقول لك من الخارج وليس من الداخل يعني دايما جماعة جماعة الإخوان تحكم من الخارج وليس من الداخل من فين في الخارج أوروبا تحديدا بعض العناصر اللي هي يعني بتحمل جنسيات أوروبية ولها أصول عربية سورية وعرقية ومصرية هذه المجموعات أو هذه المجموعة بتمرر رؤيتها وهي الآن لديها رؤية غربية في التعامل مع جماعة الإخوان والتعامل مع المشهد الحالي لأن يعني يعني مشروع الانتقال التنظيم أو انتقال الجماعة من فكرة التنظيم أو الهيكل التنظيمي إلى الطيار الفكري ده جي نتيجي الدراسات قدمت على مدار السنوات الماضية وتحديدا من 2017 و2018 ولقوا أن التنظيم بيمثل عائق قدام مشروع الجماعة وأن لابد من التحرر من قيود التنظيم وقال لك أن هيتبعوا سياسة الاكتفاء والانكفاء بمعنى أنه هو هيكتفي بالهيكل اللي موجود دلوقتي وبدل ما كان بيبدأ يشتغل على أنه يستقطب أجيال جديدة هيعمل استمالة فكرة فقط زي على غرار الطيار السلفي يعني الطيار السلفي برغم قوته وانتشاره في الشارع سواء في الدولة المصرية أو حتى في المنطقة العربية لكن أنت مش قادر تسيطر عليك لأنه كتلة هلمية في نفس التوقيت ملوش يعني إطار تنظيمي رغم تأثيره للقوة في الشارع فالجماعة الآن بتسير في هذا الاتجاه